مسألة ما يسمى بالمولد النبوي طبعا في الصعيد يبدو أن فيه احتفالية خاصة مزمار من العصر والمغرب ومن بعد العشاء حتى الصباح طول اليوم وطول الليل وذبح قبل هذا اليوم وأكله وطبخه وما شبه ذلك فهل هذا ذبح لغير الله يا شيخي الكريم أولا بارك الله فيك ننظر إلى المسألة فيها قسمين القسم الأول أولا هذا الزمر والطبل من العصر إلى المغرب بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ومحرمة شرعا وليتق الله تبارك وتعالى ولهذا احتفال بسيدنا النبي لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آلات الزمر قاطبة وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم اعجب معي لمن يدعي أنه يحتفل بالنبي بما حرمه النبي أليس هذا عجيبا؟ أنا أقول لإخواني وهم ناس أفاضل من إخواننا ورجالنا وأهلين في بعض أماكن سعيد بورك فيهم ناس كلهم أفاضل نعسبهم كذلك خير احتفال بالنبي أن نحقق سنة النبي خير احتفال بالنبي أن نحن نتخلق بأخلاق النبي خير احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نلتزم الفروض الخمسة فيه جماعة في المسجد مثل النبي خير احتفال بالنبي أن نحن نصل الرحم خير احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نحن الله يرضى عنه عنكم من يحرمش البنات من المراس وهذه ظاهرة غريبة هناك إذن الذي تصنعونه لا علاقة له لا باحتفال بالنبي والنبي منه براء ومن من يصنعه وسيأتي يوم القيامة والحديث في صحيح البخاري ومسلم يؤتبئ ناس يوم القيامة يريدون أن يشربوا من حوض النبي اللهم مسقنا منه يا رب العالمين فإن من يشرب منه ليضمأ بعده أبدا فإذا دي جاء الناس جاءت تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بملائكة تتلقاهم تضرب وجوههم بمقامع وأدبارهم بمقامع من حديد المقمع الواحد حلقة يعني الكبيرة دي لو اجتمع عليها أهل السماوات والأرض ما استطاعوا تحركها يا الله ما الحدر بيتعمل في إيه فهؤلاء الذين يضربون يستغيثون بالنبي يريد إخواننا يسمعوا ويريد العصبية متاخدناش لا مش عيبنا نغلط العيبنا أني أعرف غلطي وأصر عليه فيقولون وامحمدا أغسنا رسول الله إحنا رجال من أمتك فيقول النبي المصطفى يا ربي إنهم رجال من أمتي فيقول الله جل وعلا إنك لا تدري ما أحدث بعدك من التبديل والتغيير فيقول النبي صحقا صحقا هلاكا لكل من غير بدل بعد السؤال بقى لإخواننا الأفاضل هل احتفل أبو بكر عفوا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بميلاد النبي بعد موته أو في حياته بالطبل والزمر رغم أنه كان موجودا فماذا هذا الذي تفعلونه بارك الله فيكم هذا لا علاقة له إن الاحتفال يا أمة محمد بالنبي ليس قاصرا على يوم بعينه ولا شهر بعينه ولا عام بعينه بل في كل لحظة وفي كل وقت أن نقتفي أثره ونطبق سنته ونتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم أما عن الشق الثاني من السؤال هذا الذبح والأكله اذبحوا ما شئتم وكله ليس زبحا لغير الله حتى لا يحتمل نحمل الأمور فوق ما لا تحتمل لكن نقول هذا ليس احتفال بالنبي بل هو خطأ في التطبيق كله أزاق الله خير شكرا